تسمع عن أزكى عملية نصب تمت في مصر شخصين أغراب وصلوا القرية كبيرة في إحدى المحافظات المصرية وقاموا بشراء منزل وبعد ست شهور من الحفر أسفل البيت للتنقيب عن الأصار طلبوا إنهم يقابلوا جارهم في المنزل المجاور وقالوا له على الحكاية وإني فيه شيخ كبير قال لهم البيت ده تحته كنز كبير فياريت ما ينزعش من الحفر واتفقوا معاه على إنه هياخد نسبة من الأصار لما تطلع واللي كانت عشر في المية وده مقابل إنه ما يتكلمش ويداري على دوشة الحفر وبعدها بيومين جابوا الشيخ وحضر الجار معاهم ووصل الشيخ وقال لهم للأسف الأمانة في منزل الجار اللي كان متواجد معاهم وحدد لهم مكانها بالزبط وعلشان كده الناس غيروا التفاهم مع الجار وأصبح إن الكل واحد فيهم نصيب خمسين في المية فوافق الجار وبدأ الحفر ويدوب كم متر وبدأ السرداب يبان وضبعا تمثيل وعرائس من اللي قلبك يحبهم حاجات فرعوني فرعوني كام يوم وبعتوا جابوا مشتري للأصار الراجل وصل وقعد يفاصل لغاية ما وصل معاهم لسعر خمسة مليون فاتفقوا الكل على البيع فجال مشتري ميل على الجار وقال له الحمد لله دو الجماعة غشم البضاعة دي تسوي لها خمسة واربعين مليون وأنا كده كسبان كتير الجار مسدق خدك كلمتين ومسك في البضاعة وقال لهم انه يحق بالبيع وصمم انهم ياخدوا نصيبهم وباع اراضيه وكل ما يملك وخلال ساعات جمع لهم اثنين ونص مليون جنيه ودههم للشخصين اللي كانوا جايين يحفروا تحت بيته وهم الناس مسدقوا خدوا الفلوس واتكلوا على الله صاحبنا باعة يجيب مشترين للبضاعة وكل اللي ييجي يقوله انها تمثيل مضروبة تجليد يعني والراجل يقوله ده نطلعهم من السرداب بنفسي ازاي وفي الاخر اتضح ان الجماعة جاعدوا ست شهور يحفروا تحت بيته علشان يحطوا له التمثيل وبعد كده ييجي الشيخ يطلعها وييجي الجزء الاخير بتاع المشتري اللي يقوله ان البضاعة دي بتساوي 45 مليون فالنصابين بخير طالما طمعين موجودين دمتم في امان الله صلوا على رسول الله السلام عليكم